يتعاني لي من الفراغات و يتعاني لي من الصلاح سواء كنتوا رجال و لكن تنسى و كذلك عندكم موليدتكم صغار يتعاني لي من الصلاح يتعاني لي من الشعر الخاشين الشعر اللي كل ساعة تلقيه كرد و حرش بهذا المصطلح هذا كجيكس فاليوما جبت لك كغاتين و بخوتيين و وصفة تنقض لك شعير ديالك من الصلاح و من التلف ان شاء الله نهائيا و دقاب بطلعين فودي لها غدي يجيب بها الله تيسير و غتولي هي الوصفة المنقيدة لك ان شاء الله يعني وصفة ما يمكنش ما يمكنش تستغنية عنها لما غديش تبقى تخطى كل بيت و كل منزل ان شاء الله غير جربوها على دامانتي و الوصفة دياليوما هي بالمكوينين الاساسيين لي هم زيت الزيتون و البصلة الحمراء غاتوا يتكونوا شفتوا الصورة المصغرة ديالهم في هذا الفيديو هذا يعني ما شاء الله اللهم بارك بالمناسبة خليت لكم بعض المقاطع المصغرة ما شاء الله كان الصلاة لا عند الرجال ولا عند النساء ولكن ما بقاش بفضل هاد الوصفة هدي المعجزة الربان يلي كتنبت لك هكذا زغبة بزغبة في دار في ثلاث أيام حتى الأسبوع ماكسيموم بنت أسبوع إلي ما أعطتك ش نتيجة في أسبوع و ما نبتت لك الشعير ديالك و ما نوضتش لك الخلفة و ما طولتش لك الشعير ديالك و ما رجعت وش لك مسبسب حريري في أسبوع رجي عندي أخلي لي ديك الساعة التعليقات اللي بغيتي يعني عايري ديك الساعة من حقك تقولي أي توا حاجة بغيتي ولكن جربي عد حكمي ضروري البناس ما تجربوا هاد الوصفة رانية الله جربتها قسما بالله البناس إلى معجزة البصلة معروفة بالتكتيف ديالها بالتقوية ديالها للشعر زيت الزيتون معروف أنه كيغاتين وبخوتين و كيرتب الضغبة من الأعماق خصوصا العيالات اللي كيعانوا من شعر ناشف أنا كنظر على النساء اللي كتقولك شعري رها بكترة السباغات ولا بكترة السوشوارات ولا بكترة اللي بخودوا يشيميك ولا جيكس ديال بصح يعني ما كنظرش على الناس اللي عندهم شعر متوسط في النشوفية ولا في الحروشية أنا كنظر على الناس اللي عندهم ليلأسف شعرهم ولا كيجيكس فبتلي ماشي بسهل أنه يدوى وخدلي ليه وصفة طبيعية يلوصل واحد درجة ديال سباغات الكيموية و ديال السوشوارات فليلأسف كيوصل تهلوكة ومصعب أنها تقضي لك في شي حاجة فضروري ما كيخصك شي حل لي يكون زوين ودائما ما توصليش أنك تخلي لي الضغبة ديالك تهلك لك كتر من لازم ديما ضربي وقيسين إن فتبال لك الضغبة ديالك بدتك تهلك بعدي على ذاك المادة اللي كتك تديري سواء سبغة سواء كمسان قولوا ديبخود ويكتك تاخديهم ودينهم شعرك ولا السوشوار ولا أي حاجة بعدي عليها لأنه في غامو هاد الأشياء اللي يقول تركت در الضغبة هادو هادو ما الحوامل الأساسي اللي كيخلوها على الضغبة كيهلكوها ديال بصحة المهم نازلنا اليوم جيس باش نقضيكم بهذا الوصفة ديال البصلة الحمرة خصوصا وزيت زيت ولم يمرتخوا ال بقربة خلوة نماشي في المتنوى ديال الجميع بالعكس بنجيبوه حاجة في المتنوى ديال كل شي وبنت الشعب الحمد لله ودراوش غادي نديرو دائما الحاجة اللي هي كتبقى اقتصادية ورخيصة ولكن قبل حبيبتي ما نمرو المكونات وطريقة السحدير وطريقة الاستخدام فالله يعطيكم سحيح تكم ما تنسوناش موحد لك من طبيت الحال فضلا وليس أمرا الله يفرح القلية بديلكم بكل من هي حاجة بغيثوها الله يسعدكم كما غا تسعدوني والله يفرحكم يا رحالي ربي عاجلا كما غا تفرحوني والله كما سنقولو يعطيكم ما سمني توحق لكم أهدافكم وأمانكم ما تنسينيش موحد اللايك ما غا تخسري التاشي حاجة بغيما غا تشجعيني الله يعطيك الخير والله يعطيك سحيح تك والله يسقم لكم سعد كاملين حبابتي وغزالتي اللي كتفرجوا في يدابا وبالنسبة لبنات المتسبعات الوفيات اللي ما زالين ما مشتركينش أشنو كتسنورا يوميا تنزلو دي فيديو جداد ومختلفين ومتنوعين كنحاولو غا نشوفو شنو بغ حاجة اللي كتقلبوا عليها وتبحثوا عليها بزاب فأعافكم ما تنسوناش من الاشتراك وفعلوا زال جرس اللي كي تتوصلوا بكل ما هو جديد خليوا لنا حبيباتي التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو ما ليس يجيوا للموضع اللي تبغونا نتكلمو فيهم على الرسول العين حنا دائما معكم ويا الله معي باش نتعرفوا على المكونات والطريقة دي لتحضير الاستخدام والاستعمال المهم أول حاجة حبيباتي غادي نحتاجوا البصلة هنالبناس عندي البصلة الحمراء هنتو مراشتولون ديال هدكن سأخذ a von zeytone وينضع زيت الزيتون كذلك حبيباتي في المكونات التانوية من غير زيتون ومن غير البصلة غادي تحتاجي معي إن شاء الله إلى الحنة المغربية أنا كان عشقها كان حماق عليها كتكتف لي الزغبة فدكشي علاش غنديرها البنات اللي ما بغينش يديروا الحنة فأنا غنعطيكم الباديل واللي هو أوراق الصدر ها هما يا البنات إلا ما كتبيش الحنة وما كتحمليهاش ديري أوراق الصدر أنا كان عشقها فغادي نديرها غيسمحوا لي يا البنات عفاكم لأنه فغاموا الحنة ما يمكنش ما يمكنش حاجة تعوضها نصراحة كان ناخدها بستوك باش كون معاكم واضحة كان نجيب منها سبارك الله ستوك وكان بقاها كده كل ساعة نبقى نخدم بيها ما كان نقش بيها ما كان حنيش بيها ولكن كان ديرها لشعري والتبريمات اللي كان بقتاجي معاكم فلاشين يعني هاد شي اللي باش كان ناخد الحنة بستوك يعني غير على هاد القيبال المهم اللي بنات رأي ما كتسبغش باللون البورتوقالي كونو هانين بالعكس كتدرك الشيب كتكتف الزغبة كتكتفها وتقويها وتعاجلين الصالح فانا غدي نديرها ولما بويتيهاش ديري أوراق السيدر بالباودر كذلك غنحتاجوا شوية ديال زيت الخروع بالنسبة لهاد المكونات التانوية ممكن ما تديرهم ممكن تكتافيه غرب البصلة وزيت الزيتون ولكن انا باش كنزيد الوصفة كما تقولوا ميصداقية ونجاح كبير فكنزيد هاد المكونات التانوية فكما قلنا غنحتاجوا زيت الخروع ها هو البناز زوين زيت الخروع ها معروف البناز بالمنافع دياله فهو لنمو الشعر والأظافر والأهداب وصيانة فرواط الرأس ومهم عنده عدة استعمالات فغنحتاجه منه كمية زيت الخروع وهدو هما المقادير وفتوطال عدنا ربع ديال مكونات جوج أساسية وجوج تانوية ولكن التانوية ماشي مهمين بزار ممكن تستغني عنهم وتكتافيه غرب البصلة وزيت الزيتون المهم على بركتي الله سوف ندرسوا بطريقة تستحضير ومتابعة الحال أول حاجة سوف نبدأ بها كالعادة هي أننا نلقيو البصلة يعني سوف نلقيو البصلة ديالنا سوف ندرسوا البنات باش نحكوها على بركتي الله ولكن راني غادي نحكها في هذه الحكاكة الرقيقة هي فاش كنحك على الأغلبية نضيف المشكلة عسرة البصلة نضيفه إناء صفايا نضيفه 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 عسرة البصلة نضيفه 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 كما قلنا البنات غير معلقة البصلة حصلت عليها ونضيفه مكونات زيت الزيتون نضيفه كمية يمكنك تكتفي غير بزيت الزيتون ونضيفه ونضيفه كما قلنا ونضيفه فقط نضيفه كما قلنات نضيفه او لا لا المهم هكذا يجي سرشي ديال الحنة انتم ما شوفو زوينة ما شاء الله الحنة انا من محبين ديالها كنا نعشقها بشكل كبير وكتجي فيها هذا الشعر هذا المزوينة انا ديجاي عندي واجدة المهم على بركتي الله ما غنكتر شانيا غندي رغي شوية ومبعد غادي نزيدها نزيدها بعسر ديال عفوا بزيت ديال الخروع عسر البصرة ندرناه نزيدها بزيت ديال الخروع وكتر شوية لانه زوين انا نقرأ لكم هاد الفوائد لان بعض البنات كيبغوا يستفدو كما قلنا لنمو الشعر انتم نغري كون كيبال لكم زيان لنمو الشعر والاضافر والاهداف لسيانة فروات الرأس مثبت ومقويل الشعر الجاف لتلميع الشفاه مضاد للتقرحات الجلد وتخفيف البقعة السوداء يعني كيزي هكده يشكي يلد وكي يحمق زوين بصراحة خطير خطير وبزيف نصفجتني شوية جارية سنزيد شوية ديال الحنة ومطبيعة الحال ممكن تيا ما تزيديهاش الحنة ستعوضيها باورق الصدر كيما قلنا حبيباتي ستعوضي 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 فالمهم بالنسبة لما تصبح الوصفة في هذا الشكل كدو زينتية تطبقها على العنيق عفوا يعني على الشعير ديالك يتنقصد كما نقول احنا الاطراف المقدمة يعني ديالها على شعر كامل هو ممكن تكتفي غيب المقدمة ولكن الناس اللي يسولون ويتي يقولوا لي مش ممكن عفاك نديروها في الاطراف فممكن غا هو ركزي على المقدمة كتر ما تركزي على الاطراف لانو هاد الوصفة خاصها تعالج الصلع تنبت الزغبة والزغبة كانت تنبت إلي درنا وصفات على المقدمة ماشي على الاطراف الاطراف غير اللي بغينا نرطبو الزغبة يعني كما نقولو في حل كيغاتين او البخوتين اللي كنديروه في السالونت ولكن لا شرطت لك شي حاجة عاد ديريها الاطراف والحاجة اللي غادي تتعملي لها زوم وتركزي عليها هي المقدمة ديال الشعر هاد يتجغجغيها وتعمريها بهد الغوصيت هاد ديال زيت الزيتون وعسر ديال البصلة الحمرة ماشي البيضاء الحمرة راها منعوش لكم بناس وانا ده بك نحك نحك فيها عينية حمارو حمارو ديال بصح لانو ما شاء الله الفعالية ديالها راها معروفة في التكتف وفي التقوية ديال الزغبة فين ما مشينا الفوائد ديالها كيما تنقولو معجزة ربانية ما شاء الله اللهم بارك فيها فانتم نتحيدو العقز بالنسبة للمعقازات يلا والمعقازات تحيدو العقز راها ما بيتوش تجربو لي هاد الهميزة لانو في غامو اقتصادية الحمدول الله كتقام كمسان قولو بسفر درهم لانو عندنا البصلة عندنا زيت زيتون طبعي الحال ما كيختلت شي ضع لكي مكانت النوعية ديالها كذلك الحنة المغربية كيلي غتكون عندو كيلي الله ولكن في كل تال حالتين اللي ما عندناش الحنة فممكن نعودوها باوراق الصدر ومطبع تحديد الخروع اللي موجود فاغ تقري عادية ثلاثين مليليد خي تدير غير خمستاشر درهم مغربية جي بها وتبرع الي بها في الوصفة يعني ديرها في هاد الوصفة وديرها حتى في وصفة خرين بالنسبة لزيت الخروع كما قلنا كيتول الشعر كينبت وكيكتف يعني باش كيعجبني كتر كيكتف الزغبة يعني الزغبة لعندك رقيقة داجة يعني مثلا شعرك ينسل ولا كيهبط ولا كيتساقط بشكل كبير ذا الحاجة اللي غديري هالو وغديتعالجيه الحمدول الله وترجعيه كي يحمق وكي يهبل هو زيت الخروع بلوس زيت زيتون زيت زيتون يعني ما شاء الله رمو عجيزة والله يلقاسها المهم كيما قلنا كتوضع هاد الاغوستيط على المقدمة كتخليها تقريبا واحد ساعة مقدري السلوفان ولا البلاستيك القدائي وكتخلي لاغوستيط قريبا ساعة وبعد كتغسليلي الشعير ديالك عادي بالشامبو الناس لا يسولوني على البلسم فاغنقول ليك لا بلا ما تضيلي البلسم هلاش لانه البلسم كيما تقولو حنا يا يعني كيرتب الزغبة بالتالي لاغوستيط ما غتعرفيهاش وش في عنا نكاينة مي صداقية فيها ولا لا فمن الاحسن الناس ما ترتبوا الشعير ديالكم بالبلسم باش هكذا تحصلوا على الغزولة المطلوبة ان شاء الله وهذا الشي اللي كان هدي هي الوصفة ديال البصلة وزيت الزيتون لما شاء الله كيما سنقولو انا مسؤولة على الكلام ديالي قسما في الله الى الوصفة زوينة وكيما قلت لكم في البداية حتى الولدتكم الصغر وحتى للرجال لانه بزافة ابنتي يقول لي يا رجالا ما كيدروش الحنام طبيعي الحال انا مسا نقولش الحنار لانه الحنار لانه الحنار ما كيفضلوهاش ولكن اعطيتكم الباديل اللي عندك الزوج ديالك مطابعي الحال ما غايديري الحنار قدر ليه وراق الصدر اوراق الصدر راع شباه معروفة الحمدلله كيستخدموها رجال ونسا ومتعددة الاستعمالات والفوائد فالبصلة زيت الخرواع زيت الزيتون وشوية ديال اوراق الصدر وانتيت برعتي للزوج ديالك برعتيه بوصفة زوينة حسن ما يمشي يخسر فليساته ولا يمشي يعمل لكن مثلا نقولو احنا زراعة الشعر بليوتوف توركيا احنا ما محساجينش هاد المسائل اللي عندنا فليستنا غنخبيهم وحنا غنتالله في الزوج ديالنا وفي العائلة ديالنا بصفة عمال ام والاب وكدلك وليدتنا غير ذاك شي اللي قسم الله اللي اعطانا الله الحمدلله فالمهم ما تنسوناش حبيباتي مللي لايك الله يفرح لكم القليب ديالكم والله يساعدكم باش ما بغيتوا يا ربي بالزوج الصالح وبالخديمة وبالتعليم وبالمدرسة وبالاشياء الايجابية والحمدلله بكل من هي حاجة زوينة لكم فشكرا لكم ما تنسوناش كما قلنا مللي لايك تعليقات ديالكم اشتراك ديالكم فلاشين ونتلقى معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء